أعادت الحكومة التركية فتح معبر باب الهوى الحدودي بعد إغلاقه لمدة أسبوع لراغبين بالعودة إلى تركيا بعد دخولهم لقضاء إجازة العيد وبذلك يعود الوضع إلى طبيعته قبل إغلاق المعبر وتقدر أعداد الذين حجزوا داخل الأراضي السورية بقرابة خمسين ألف شخص سيتم دخولهم على التوالي نحن الآن أمام بوابة معبر باب الهوى من أجهة التركية جيل جفوز كما يعرف في تركيا أعادت الحكومة التركية فتح المعبر للراغبين في العودة من إجازة العيد من سوريا بعد أن أغلقته لمدة أسبوع لتعيد فتح المعبر اليوم أمام الحالات التي كانت موجودة قبل أسبوع من الآن الإغاثة التجارة الحالات الطبية الساخنة بالإضافة إلى الترانزيت والتجارة والشحن إضافة لعودة المسافرين من إجازة العيد الموجودين الآن في سوريا والراغبين في العودة إلى تركيا كما نشاهد الآن يصل المسافرين حافلة والأخرى من معبر باب الهوى ليكونوا ضمن الحدود التركية هل اتصلوا فينا أن يعطونا على الغرفة أنه فتح المعبر باتجاه جميع الحالات المرضية والإجازات العيد والتجار هذا جينا على المعبر تسهيل مور كويس كثير في المعبر السوري الإدارة نفسها الإدارة التي كانت سابقا أصدق الإدارة المدنية ولا فيها عسكر؟ ما في عسكر ما شفنا عسكر عسكر ما شفنا إدارة مدنية والإدارة يعني كثير تسهيلات كويسة وعبرنا وجينا للجانب التركي مباشر يعني ما في أي إعاقة بالجانب التركي صفينا على الدور يعني كام واحد وجينا على البصم رأسا بصمنا يعني خلال دقيقة كانوا مشي الأمور كلية وجينا على البص وتمينا جيدة لهون والحمد لله الأمور كويسة وجيدة والله صلنا خمسة يام نايمية على المعبر هناك بالكراج وضع يعني صعب ميكل لأطلعنا تعدبنا كتير خمسة يام نايمية ومصروف غالي مضع عنا ولا ليرة الحمد للهنا راح وصوروا جوه وشوفوا الوضع والجابة طلعت من المعبر فتحوا الطريق والحمد لله جينا صرنا ونفتح التركية والله الحمد لله سوري كتير توفريت أول شيء كان صعبي السبب مشاكي كانت أحد الطرفين الحمد لله زال يعني المشاكي كلتها والوالي تبع تركيا الله أعطيني ألف عافي كما سهلنا الأمور كلاتها والمعبر التركي كمان كتير كتير كويس الله أعطيني ألف عافي الإدارة المدنية خلف الله عليها ونجه لها كل خير الإدارة المدنية والإدارة التركية نجه لها كل خير بس المخربين المخربين عم يدخلوا نهارة يندخلوا ناس بيناتنا أن نروحوا مع المعبر المعبر التركي يدخل لكم إدارة المدنية مخرج يدخل لكم والإدارة المدنية مشكورة هي اتدخلتنا وهي السعت بينا وللمزيد من التفاصيل ينضم إلينا الزميل زكي الإدلبي من الريحانية شكرا للتقرير ويعطيك العافية زكي تركيا فتتحت المعبر ولكن بشروط ما هي أبرز الشروط وكيف يتم سير الأمور في المعبر مساء الخير أحلام لك ولجميع السادة المشاهدين حقيقة تركيا اليوم أعادت فتح المعبر بعد إغلاقه منذ أسبوع تقريبا في التاسع عشر من الشهر الجاري تركيا بداية أغلقت المعبر كما يعرف الجميع يومين بسبب الصياني بعد ذلك حدثت اشتباكات في الداخل السوري أو في الشمال السوري وكانت قريبة من المعبر لذلك أصدرت تركيا قرار بإغلاق المعبر بشكل كامل اليوم تعيد تركيا المعبر كما كان قبل هذا الأسبوع أي للحالات الاستثنائية فقط كما يعرف الجميع أيضا أحلام بأن تركيا أغلقت معابرها الحدودي مع سوريا منذ عامين تقريبا المعابر الحدودي كلها مغلقة فقط لبعض الحالات الاستثنائية منها منها عفوا الترانزيت منها التجار والبضايا والشحن والمنظمات الإغاسية الأطباء والحالات الطبية الساخنة كان هناك لم شمل وحالات طبية باردة لكنها متوقفة الآن لم تعيد تركيا هذه البنود من الحالات الاستثنائية تركيا أعادت فتح المعبر لهذه الحالات التي ذكرتها بالإضافة لمساثري إجازة العيد كما نعلم تماما هذا ما كنت رح أسألك عنه زكي تركيا في عيد الفطر قررت أن تفتح المعبر للقادمين إلى سوريا لقضاء إجازة العيد ومن ثم العودة ذكرت لنا سابقا بأن العودة كانت بمواعيد محددة بساعات محددة لتجنب الازدحام بعد إغلاق المعبر لمدة أسبوع ماذا يجري في هذه المواعيد وكيف يتم تسير الأمور نعم أحلام حقيقة دخل إلى سوريا 120 ألف سوري مقيم في تركيا دخلوا ضمن بند إجازة العيد أعطى المعبر السوري عن طريق الموظفين الموجودين في كراج المعبر دور لكل شخص أو لكل عائلة بالعودة إلى تركيا وفي موعد محدد بعد توقف لمدة أسبوع يجب وكما بعد أن توصلنا مع المعبر السوري سيتم تأجيل المواعيد هذه مدة أسبوع أي غدا سيكون دور الشخص الذي توقف دوره عند توقف وإغلاق المعبر إضافة إلى أن القائمين على المعبر أو على صفحة المعبر على الأنترنت ووسائل التواصل الاجتماعي سيعلمون كافة السوريين الموجودين في الداخل السوري والراغبين في العودة من إجازة العيد إلى تركيا بدورهم وبأرقام الدور التي ستعبر في كل يوم نعم طيب زكي يعني بعد الاقتتال الحصل في ريف إدلب كان هناك دعوات لتسليم المعبر من الجانب السوري لإدارة مدنية هل تم تسليم المعبر لإدارة مدنية من هم القائمين اليوم على هذا المعبر هل من جديد هل هم مؤهلون لإدارة شؤون هذا المعبر بشكل جيد نعم أحلام حقيقة المعبر بالأساس كان القائمون عليه الموظفون في الهجرة العاملين على الحواسب وعلى فحص الجوازات والأوراق الرسمية بالإضافة لمعظم الموظفين في المعبر السوري هم من المدنيين حقيقة هذا كان سابقا لكن كانت السيطرة على المعبر هي من الفصائل العسكرية نعم بمختلفها طبعا المعروفة طبعا بعد ذلك في البيانة الأخيرة بين أحرار الشام وهيئة تحرير الشام صرح الطرفين بانسحاب العناصر العسكرية من المعبر حقيقة اليوم استطلعنا آراء المسافرين الذين دخلوا اليوم من سوريا إلى تركيا قالوا لنا بالحرف الواحد أن لم يشاهدوا أي عنصر واحد مسلح أو عسكري في المعبر السوري وحقيقة أخبرونا بأن معظمهم ينام على أو في كراج المعبر منذ إغلاقه منذ أسبوع تقريبا بسبب أنه من منطقة بعيدة ولا يستطيع الرجوع أو العودة إلى تلك المناطق وخصوصا بسبب الاقتتال أيضا الحاصل هناك في شهر سوريا تماما شكرا جزيلا لك بسبب المعارك الدائرة نعم شكرا جزيلا لك زكي الإدلبي على كل هذه المعلومات وعلى هذه المداخلة كنت معنا من الريحانية بهذا نصل إلى ختام حلقة اليوم من هنا سوريا نلقاكم غدا بإذن الله ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر